بالبرلمين المجمدة أعماله والقيادة في تحياتون زي ما نقول هنا مدى ما تحالش الحزب كل يوم حلوا حزب الوطن حلوا بالقانون وليد جليد مرحبا أهلا وسهلا إيمان أهلا وسهلا سيبن عيم شكرا على الاستضافة ورحبا بكل المستمعات ومستمعين الرديومات شكرا على قبول الدعوة أمورنا حتى فيما يتعلق بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانا يبدو أنها ليست على ما يرام اليوم سفير الاتحاد الأوروبي في تونس يقول البقاء على الحيات بين المعتدي والضحية هو في حد ذاته موقف حتى الدبلوماسية اليوم مش قاعدة تخدم بالجدية هو في حد ذاته يقول موقف هو انحياز مع طرف ذل طرف أنا إيجا نقول لك الناس اللي تقول الديبلوماسية التونسية تعرفت بالحياد الحياد اللي تعرفت به الديبلوماسية التونسية هو مؤسس دبلوماسية التونسية وزي ما نحبي برقيبة قبل حتى ما يولي رئي جمهورية قبل حتى الاستقلال قبل حتى الاستقلال نذكروا في الحرب المحاور الحرب العالمية الثانية كان استف الزعيم لحبيب برقيبة مع الحلفاء ضد هتلر رغم اللي وقتها فرنسا مستعملتنا يقول القاير كان جاي خمم بمخاخ نحنا ليو بمخاخ نحنا مالورزمو كان يراوي يقول لك آه فرنسا عدوتنا وهو جاي هتلر شكون وقتها حتى شعبيا كانت فما توجه نحو هتلر فما أنشيد وقتها حتى مع هتلر لكن الزعيم لحبيب برقيبة من منفاه عمل رسالة في إيطاليا رسالة تاريخية واستفى ودعاها الحزب الدستوري أنا ذاك للاستفاف وراء المحور وبعد فصل علش اختار الاستفاف وراء دول المحور وكان وقتها بدأ الزعيم لحبيب برقيبة اللي يكتشفوا فيه حتى الدول العالم اللي هو منظر تعرفوا مواقفه في علاقة بالصراع الفلسطيني نجيوا لالزين عبدين بن علي في حرب الخليج كان ضد الدولة التونسية كان ضد اشتياح الكويت لكن كذلك كان ضد اشتياح العراق ورفضت بشتشارك مع جيوش لا ما كانش ضد اشتياح الكويت لا سيبراهيم كان ضد موقف واضح كانت أول ما اشتاح صدام حسين الكويت الكويت زين العبدين بن علي اخذها موقف واضح وسريح وقتها بذد ضد ضد من البعض عشق قاعدنا نخلصوا في الفاتورة لا لا بالعكس حافظنا على علاقاتنا الجيدة مع الكويت لا 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 وليد 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 أنا عشتها مليح لا لا وليد أنا عشتها مليح تونس ما كانتش لم تندد لأنه طريبة منها أن تصدر بيان تنديد تونس أنا ذاك لم تندد ولم تشارك في القمة العربية اللي دعالها حسني مباركة اللتي شرعت إلى ضرب العراق سنة واحدة والسرين لا كانت عندها موقف ضد ضد حرب بالنسبة لموقف تونس نذكروا بي بالنسبة لموقف تونس كان كونوا نحاولوا نلقاوا طريقة لإقناع صدام حسين الانسحاب من الكويت وشفنا حتى بن علي أرسل مرسيل منهم نجيب الشابي مثلا منهم محمد الموعدة حتى من المعارضة وولباجي قيد سبسي وقتها ماهوش في الحكم يمشي وكونوا على أساس للشي يلقاوا حلوه لكن لم يتوصلوا إلى حد وهك عليش وهك عليش في خطاب المباشر للشعب أنا ذاك الرئيس بن علي كان عبر ماهوش كان عبر على كونه وضع حد كان وضع حد كونه طلب من الجيش العراقي مغادرة ضد الكويت من الجامعة العربية في القمة مع الكويت ضد حتى للكويت نددت أنا ذاك باشتياح الكويت وهي كما قلت شرعت في أول فما جنوش عربية شرعت ممشيش محضرش محضرناش ثلاثة محضروش هما بن علي تونس لا لا بن علي والقذافي وعلي عبدالله الصالح شفنا النهاية متاح دونك اليوم موقفنا يخدمنا ما يخدمناش موقفنا من الجمش يكون يخدمنا من الجمش يكون من الجمش يكون الموقف الحياة هذا اليوم فمحرب مع روسيا قامت عدوان على أوكرانيا هذا ما احنا رأنا دولة عضو في الناتو غير دائم تقريبا معناتها حليفنا حليفنا عضو غير دائم ثنين علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقاتنا صحيحة عن علاقات كذلك مع روسيا على مستوى السياحي على مستوى كذا عديد العلاقات لكن مصلحتنا وين أراو هذو من الدول هذو بكشف النظارية متع تغيير الشريف الاقتصادي ماشي احنا نرفض والشعب يرفض أن نكون أذيال بي لا 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 الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية منجموش نكون أذيال روسيا وصين منجموش وقتاش ما تكونش ذيل وتكون عندك شخصيتك وعندك قوتك وعندك إلا ما تخدم على روحك إذا ما تبدأ عندك مالك مالك قرارك وقتاش تبدأ مالك قرارك وقتاش تبدأ مالك قرارك وقتالي ما تمدش يدك أنت من جهة منجموش تعمل على دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتقول اقتصادي ودعم الإحت од Neuroby ويعناها الإتحاد الأوروبي ويعناها حنا الولايات المتحدة الأمريكية أنا ماذا بيا لنحكموا في العالم ماذا بينا نحكموا في العالم وان شاء الله ترجع الامة العربية والاسلامية تسود العالم وقد كنا نستحقه كونه نسودنا العالم هذا قدناه التبعية الاقتصاد ديامة يوم فما وضع الاقتصاد يا سيد الرئيس سهل ما كنت يذد تحب تستف المحور هذا معه نكش وصندوق النقد الدولي تغيير الشركة الاقتصادية يقول لك اخوذ قرار يا اخوة ها فرصة تاريخية بش ياخذ قرار جاتك فرصة تاريخية بش تستف في محور السين وروسيا وين الستراتيجية متاعنا الدبلوماسية احنا وين مصلحتنا وين يا اما مصلحتنا بش يكونوا في الحلف الروسي السيني الايراني الى اخيري هي فرصة تاريخية او بش تحافظ على علاقتنا التقليدية والتقليدية وشريكنا الاقتصادي الاول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية فمزوز معي اهنا هنا اهنا ليجار الدولة اخوة اقول لنا خلي التاريخ متاعك شنو التوجه هاي فرصة جاتك كاي حتى الصفة مع روسيا وفك علينا من صندوق النقد الدولي وسين وفضل اخوذ قرارك لذلك الا موقف ما يخدم ناشا الا موقف هنا مينا جامش يخدم المصلح المصلح التونس مينا جامش يخدم المصلح راو تحب تكونوا واقعيين يا توانس نعرفوا احنا عرب والعرب نمشوا بالعاطفة ويساعدنا شخص نؤمنوا بالشخص الواحد ونحبوا بوتين بشي بشي وين طلبة متاعنا وين الجالية متاعنا الجالية متاعنا شكون عن طريق قادر شكون تغادر عن طريق دول الاوروبية قادر تغادر عن طريق روسيا مصلحتنا اليوم ومصلحة شعبنا ومصلحة اقتصادنا معاش كون نكونوا بتبيعها بكرامة بشرف دا كوردو المواقفة ذيه اذا كان انتي جاتك فرصة اليوم اذا كان انتي عندك فرصة اليوم قلت انا المحور هذا يبتز فيا بالديمقراطية والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي ويحبونا نكونوا تلاميذ ويحبوهما يكونوا الاساد لو احنا التلاميذ اخويا هاي جاتك فرصة تاريخية اتفضل استف هاي روسيا فهم فرصة كثير من هكا وتحمل مسؤوليتك وين محمل مسؤوليتك فهم بلاد كامل شوف فهم معيار التاريخ والجغرافية بتنجمش انت تتجوزهم تقفز عليهم الجغرافية اوروبا على حدودك التاريخ عندك تاريخ مشترك مع اوروبا عندك تاريخ علاقات استراتيجية مع محور اللي دائما تقود فيه الولايات المتحدة الامريكية الجغرافية كما قلت انا اوروبا على حدودك الصين والروسيا ما بعدها معليك ثم انه كما ذكرت انت منذ حين وذكرناها في الساعة الاولى احنا رانو نصوم انالي ماجور نوم مامبر متاع الوطن متاع الحلف الاطلسي هذي ميميراندوم اللي تم امضاءه في زيارة البيجي قيد السبسي في ميء 2015 الى الولايات المتحدة الامريكية احنا تحت الحماية بين الغفرين متاع الحلف الاطلسي واحنا الدويلة احنا رانا ساعات نعطيه لو رواحنا جاه كبير ونعتبروا رواحنا رانا محور العالم راهوا توه من اشنا محور العالم توه اوروبا لا هي فيه همه نعاد ليه هي لا بليميا لا بتونس هكا ولاو ايطاليا توزير الخارجين متاع ايطاليا عمل زيارة الى الجزائر بجاه ربي زيدوا ضخونة بزايد غاز متاعرف اوروبا تستورد اربعين في المياه من حاجاتها من الغاز من روسيا وكان المقتر بش تزيد التمويل وكان المقترى ديكا بشتعدي بشتعدي تسعة وربعين في المياه من غازها من روسيا تسعة وربعين في المياه من غازها وعليش الشركات وعليش البنوك اللي فما بنوك ما عاقبهمش ما خرجهمش من سويفت هم البنوك اللي يدفع عليهم الدول الأوروبية قيمة القاز خليوا ما ذوكوا ما عاقبهمش عاقبوا كل البنوك الأخرى احنا فين من هات احنا يزمنا نستمفى احنا وين سيواني احنا الديبلوماسية متاعنا والقايد متاعنا وفكرنا تمشي كما هم وين مصر نحنا وين نحن هم ذوما الغرب ولا حتى الشرق كوكسوسوى سين كوكسوسوى إيران رو وين مصرحهم دول هذي كون قوي مصرحة ماناش الجزائر جزائر عندها غاز رغم هذا الجزائر دي حنيفة أوروبا ولكن ماناش قوة الجزائر ماناش غاز الجزائر ماناش موارد الجزائر احنا وين مصلحتنا يزلنا نتعاملوا بنفس العقلية اللي يتعاملوا معنا كل الدول العالم ماناش دولة تحبك تعطيك الوجه الليره ماناش كون قوي وتفضل اللي يتعاملوا مع وقتنا احنا نلزمنا ن velocidad الشعب التونسي صاحب التونسي MERlaughs مصرحة اقتصادوا مصراحة المعيشة مصرحة الشعب التونسي اليوم والبنك الدولي رغم هذه المؤسسات مالية اول مرة يخرجون موقف سياسي صندوق النقد الدولي والبنك المانيdern خرجوا موقف سياسي الفيفا اول مرة في تاريخها في الحرب العالمية المناحات تشكو بدمونت من المياني في الحرب العالمية الثاني اول مرة الفيفا تخرج موقف سياسي ضد توجهاتها كيف 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 البنك المانيnoise سويسرا التي معروف كان يحكي لي سيبراهيم طوى على سويسرا كان حياد متاحة لأول مرة أنه سويسرا تاخذ موقفة تخرج على الحياد الاستراتيجي متاحة والتاريخي وتاخذ موقفة عاد فتنة كاتوان صارنا شعب عاطفي احنا شعوب العربية كلنا فكيتها من فمي العرب كل شعب عاطفي واذاك عليش احنا في الوضعية الحالية اللي احنا فيها لأن نغلبوا صوت العاطف على صوت العقل وصوت المسلحة وابا يا عاطفين اي ما وقلنا كذا اي وبع وبوتين شنو بوتين ما انت يحب بكشي مسلم ولا عربي وين مسلحة بلاده حتى وان كان مسلم ولا عربي سماحي ومسلحة بلاده وعنده امبراطورية امبراطورية خارج من امبراطورية الاتحاد السوفيتي يحب ينظر لا يحب يرجع قوة بلاده احنا بيسترفعنا في هذا كل وين مسلحتنا يخي بكشي يودي علش نقول لكم ولينا نخموا بعقلية الفيراجات في الكورة معنام مش معنام عقلية خايبة يا معايا يا زدي ولينا شعب بيبولير يا هكا يا هكا حتى في موقفنا الداخلية يا هكا يا هكا يا 24 يا 25 يا 24 يا 25 الوسط لي يا مفماش خد ثالث لي يا معايا يا زدي مش هكا راي الدنيا علش يقول القائل الناس اللي له مع العودة ل24 ولاه مع تمشي 25 لماذا اخفأ وانتم منهم وليد جليل لماذا اخفقتهم في ايجادي بديل ثالث خط ثالث ما قص من نهار 25 علش احنا من انا وانا شخصين انتم بالنس اللي قال عليكم الرئيس اشتحتوا نهار 25 لا 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 لكنهم بعد دورتو اشتحتوا باركت السمنة ومن الرخص المبارسة باركنا يوم 25 جويلية لانا كنا وكنا نقولوه وكانت موقف كان جينا راضين على مقابل 25 جويلية ما نعملوش مرتين سحب ثيقة لحس سحب ثيقة برئيس البرلمان اذا كنا نقولو فيه اكبر الخمسة وعشرين وكنا نقولو وكنا نقولو في الوضعية الاقتصادية اكبر الخمسة وعشرين لانوا عارفين حبينا نجنبو كيفما نسدعاء ضرورة الاجراء انتخابات سبقى لأوانا حتى ابن الملكي يمشي قابل رجل الغلوش يقالو حتى البرلمان للأمانة حتى يوسف الشه مو بالأمانة نقول قال ادعاء حتى انتخابات سبقى لأوانا وقتها اليوم كنا ننتظروا في خمسة وعشرين ولا تلاثين كنا عنا قناعة البرلمان معاشي نجم نوصلوا لالفين وعشرين بالحق ماذيك حبينا نبدلوا من الداخل حبينا نغيروا يجاد خمسة وعشرين جويلية بتباع عبشنبركو كنا فماشي حل يدعي للحوار كنا ندعيه حتى وإحنا في الحكم حتى وإحنا في السلطة التشريعية كنا ندعيه يلزم حوار وطني هكذا وليسي بنهيم خلي كاني غارت نجيوا لهنا ونقولوا راو ما تنجمش تحكم أغلبية وقلية صحيح راو الوضعية الاقتصادية اللي فيه البلاد ما تنجمش تكون فيها أغلبية وقلية ويلزم حوار وطني ورحبنا بمبادرة الاتحاد اللي عام تونسي للشغل وقت اللي يمشيها وقدم مبادرة وقدمها لرئيس الجمهورية وتفاعلنا معها إيجابيا قبل خمسة وعشرين ونحن في الحكم ونحن في البرنامان نمي موقفنا نفسها حتى قاعدة بعد خمسة جاء خمسة وعشرين قلنا هذه فرصة تاريخية تفضل يا سيدة رئيس الجمهورية كان فيما صراع بين رأسي السلطة التنفيذية ويتحمل جزء من مسئولية لو حتى رئيس الجمهورية قلنا له تفضل يا سيدة أنت حسمت الصراع خلق العادة تفضل جاءت فرصة تاريخية لشعب التونسي أحلمنا على أساس بشي تصير تغيير للواقع بشي ننقذوا ما يمكن إنقاذوا مطلبناش منهم مشاركة في خمسة وعشرين جويلة مشاركتوا في القرار قلنا له أدعو الناس لحوار وطني مع المنظمة الوطنية حاسب الفاسدين فرصة كنتي نحيط نحيط الحسانة على النواب الخليت حاسب الخليت سير عملية فرص حقيقية لا صارت عملية فرص حقيقية لا اسمعنا بحوار وطني سيدة رسجمهورية تحدث قال تورو الفرز صار من الفرز الفرز يعتقد رئيس الجمهورية صار بالاستشارة الوطني يحكي على ديجول ديجول وقت اللي يمشاء وطلب الاستفتاء قال كما نجيب أقل من خمسين في المائة نستقيل رئيس الجمهورية جايب خمسمائة الف مين خمسمائة الف ماتين وثلاثين الف يا سيدي نقول نهار عشرين مارس نسلوش الخمسمائة نسلوش الماليو استشارة نسلوش ماليو فهو فشل ذريع لرئيس الجمهورية وكان ما يسرس لسلوش الماليو وسبعمائة عقربوا الاستشارة حتى الرئيس تستبيع شعبيتو وليد جلاد يستطيع عملها للناس وليد جادي أنا معي الناس معي الناس باش اللي بسيت معاك الناس ثلاثين وقت اللي انتي لميت في نهار لميت جزو من الوسبعمائة في نهار لميت مليون تلقيح اليوم كل مؤسسات الدولة تخدم في الاستشارة صباحا مساءا ويوم الأحد وليدها معتمدينها مديرينها الجاويين مؤسساتها العمومية وزرتها فيسبوكهم كل مؤسسات الدولة تعمل في حملة وطنيا الاستشارة زيدهم زيدهم لترواز اوبيراتور ما هذا لزا السماس أنا وريك برك لزا السماس الي جاوني نقولك بثلاثين ربعين السماس الحساب شكونا ما هذا قسمان بالله لا في انتخابات لتشجيل حتى في حملة تشجيل الانتخابات ملول بكل لجاوي ذوما رغم الكمبانيا لا وليس هذا الاستشارة الاستشارة فيها جانب الإلكتروني وفيه جانب المعتمدين يستدعاه المواطنين ويسجلونهم حتى بالبرتابل المعتمدين يقومون كل المعتمدين والولاد الأنشطة متاحهم 80% الاستشارة الدولة ومؤسساتها وهاي كلها الكل عندها شر تخدم في الاستشارة النتيجة ما هي ديجول وقت اللي تحكي على ديجول ديجول وقت اللي قال الناس لا تأتي معي الاستفتاءة انا باش نستقيل واستقال ديجول تقول لك التوانسة وقت اللي جاء وصوتو لك جزء من 2700 في يوم عندك اجهزة الدول على ذمتك تاو اكثر من شهر ونص في الاخر النتيجة ما فهمتش رسالة التوانسة وانتي تزيد فيهم التو ما فهمت رسالة التوانسة التو قاعد تمشي ماشي في بالك اللي الجامعة اللي على الفيسبوك والموقع التواصل الاجتماعي ولي صنداج نحب نذكرك سيدة الرئيس الجمهورية نبي القلوي قبل 25 جويلة كان الثاني في الصنداج يوسف الشهد كان لول في الصنداج ولي تصدر ولي عمليات تصبر الارال كل مشي سياسي في الاخر انتيجة شنية في حديثك على استشارة السيدة الرئيس الجمهورية يقول اولا فما زوج جوانب زوج جوانب فما الجانب اللي هو تقني جانب اللي هو تقني وثاني فما ناس اللي هي قاعدة تخدم باش تحرم التوانسم التعبير على اراءهم كل حرية من خلال الانخراط في الاستشارة لاني مش تقول انت يا سيبرايين هذه نقطة يا سيبرايين ماذا ولا شي يضحك معنى خانة ذراحة قد مسحول اناهم الناس سلطة كل عندك سلطة كل اجهزة الدولة يلتدي الناس كل اليوم انت شاركت في الاستشارة سلي عني بي انا عندي عندي موقف سياسي من شركت قدر عندي تعفل ايش ما شركتش قدر عندي موقف سياسي ضد الرئيس ضد الرئيس ولكن انت مش معا اللي كنت مع الرئيس نهار 25 انا بعد 22 بعد 22 سبتمبر كنا حولوا الى طموح شخص في قيادة الدولة من طرف شخص واحد وليد انت اليوم تقيم تقول لشي شارة فشلت وعلي ماذا عن بقية الموعيد اللي حكي عليها رئيس الجمهورين على 13 ديسمبر ولي كلها مربوطة بالاستشارة ستفشل وفشلا ذريعا سيدة عليش الحكيم لا الاستشارة ما قلنا لنا الاستشارة بش نفشل قلنا لنا الاستشارة رايي بش نفشل ياهي فشلة في اللخة كيفشل الشخار خانها ذراحها قالت مسحورة شخار شي ضح مؤامر معدها وربو عذرا اقبحوا من ذن قال رايي مؤامر مؤامر مشكون سيدة الرئيس مؤامر اللي سيتحترجع 24 سمحني الانترنت ياخي ما تعرفيش الانترنت ما قالوا لكش الانترنت شين وضعية الانترنت في تونس سمحني الاستشارة ما قالوا لكش رأوا نقوم عصباح هكو دور الشباب الكل دجنتها الاستقال الاستشارة جنتها الاستشارة كل هيك الدولة جنتها الاستشارة كل شي عمل تتوقعوا حتى ما صير الاستفتاء وما صير الانتخابات ما كانوا يقولوا يتآمروا علينا حتى النهضة وقتين يشت الحكم في 2012-2013 كانت تقول في نفس كلامك سيد الرئيس كانت تقول منظومة بن علي ومنظومة الثورة الثورة المضادة تخدم ذدي حتى اليوم يحيي على الدولة العميقة رئيسي المرأة نفس كلام اللي كانت تقول فيه حركة النهضة والترويكا تحديدا في 2012 خطاب الرئيس وخطاب الترويكا خطاب الترويكا مؤامرات نظام بن علي الدولة العميقة كل نفس السيدة خاني تعاود خاننا في اللخر اكتشفنا قال لي ناظرية اللي فشلت في إدارة شؤون الدولة والترويكا بهاو بإجماع الناس كل ولكن الوليد مدحة تشوفش وأنه من الإشحاف باش سبع شهر نركبه هذا كل ثمانية ثمانية وفيه وسبع نحسبه هذا كل على رئيس الجمهورية لأنه حال العديدة الوجهات موش قاعد مركز فقط على استشارة يخدم على القضاء يخدم على الفساد يخدم على على الغمية يخدم على شوف ساعة أولا هو رئيس الجمهورية معندو ثمانية شهور عامين وثمانية شهور عندو عامين وثمانية ثلاثة سنين طو داخل في الثلاثة سنين هو بعد أكثر من اشتر أنا عمري مريط رئيس معارث تسمع رئيس كولي عارث خطاب الرئيس معارث هو عين ليس فخفاغ هو عين يشم شيشي هو عين سيدة نجلة بودن هو أغلب الوزراء لكل مقايدين عليه هو في الحكومات الثلاثة أغلب الوزراء تعرفوهم هو السياسة الخارجية هو يضعها والولاد الناس كل تعرف حتى من وقت يوسف الشهد نحي في الولاد من وقت يوسف الشهد قبل ما يأتيوا رؤية السلاحكمات يزترفون يقول نحي الولي هذا ينحي بلتكلم يوسف الشهد قالوا نحي لولاد ونحا ولي الكيف نحا رئيس جمهورية بعد زيارته للكيف منعور الورثاني منعور الورثاني يوسف الشهد قالوا نحي نحا يمو أخذت يوسف الشهد كانت تامعة في حويجة ياودي ما هيني يقول لك كن يحكم زادا تين نقم نخط من ما نقول هيني يقول لك أنا ذايا عشتها سيد ياين نحا من وقت يوز في الشيخ دوك الرئيس يحكم يخدم على الموري ياودي يحكم شو ما ذا حكاية ذا قلك ما يحكم مش ياودي شو ما يحكمش يحكم فما رئيس دولة هاو عمل الخمسة وعشرين جويل شبي ما عملوش كبال الخمسة وعشرين جويلة كي شبي لننتنت لحكاية شبي ما مختارش موعد قبل الخمسة وعشرين جويلة اليوم شنو الحل بقى يا ذاي كله تقي يقول لي سبعة شهور تقول لي ثمانية شهور ما عمل حد شي رئيس جمهوري هو ما عمل حد شي وأنتم اللي عندكم احترازات فشلتم بايش تقدموا البديل وبايش ترجعوه هو للطريق اللي وبايش ثمانية شهور ثمانية شهور رئيس الجمهوري عنده كل الصلاحيات كلها كلها في يد واحدة قبل المؤسسات في عمل اللي كي تخدم المؤسسة البرلمانية ولا ولا بيش تعمل قانون ولا حكومة تقعد استشوء هذا كي يحلم حلمه في الليل وهو غدوة يردها أمر واقع في تونس لأنه السلطات الكل فيه شخص واحد كمّل السلطة القضائية السلطة القضائية السلطة معلنا ان الشهر عنده بخمسة سنين عند الناس عند دولة تحكمها مؤسسات حكم بالمراسين بالفرامان كما كانوا قبلوا يحكموا بالفرامان تاك هي بدل لماذا ما يحبش يبدل؟ وين هو المشتشارية الاقتصادية؟ في الحلول الاقتصادية برك أعطنا شي بديل يا سيدي أعطنا شي حتى نظرة يا سيدي حتى توجه نعرفوا وقال لي بيش تبدل واقع ما قلناش بيبدل واقع التونسي توق قلت لكم كلمة بركة بيش تجرع سجرة إيمان تحب لك ثلاثة سنين أقل أقل شي بيش تبدأ تتجني في مرة بيش تبني دولة تحب لك مدة بيش تنحيها بيش تقلحها بيش في نهارة الرئيس اليوم ما قاعد يعمل؟ قاعد يهدم في كل مؤسسات الدولة ويبني ويجمع وش خس هاو يحضر في المراسلين يحضر في المراسلين بيش يبني بيهم يحضر في المراسلين بيش يبني بيهم خنتفعله معاك شوية يعني تحب أنت رئيس دولة في ثمانية شهور يعاود يبني رئيس دولة غير عادي لا لا مش في وضع عادي ينجم يبني ما تم تهديمه خلال عشرة سنوات حتى أنت نفسك في تقييمك العشرة سنوات الفارتة تعتبرها وأن السنوات هذيك كانت سنوات عيجاف باش ما نقولش كانت سنوات تدمير شامل لمؤسسات الدولة اللي كنت أحكيها لها أنت ونخرها من الداخل اليوم رئيس الجمهورية عنده ثمانية شهور ثمانية شهور على الأقل بداه بأهم مؤسسة اللي هي كانت مستهدفة من طرف الرأي العام من طرف التوانسة اليوم برلمان متعكم جمدوتي لا هاو جمد البرلمان جمد البرلمان في انتظار أنه نحن نطالبه كونه يريد وهو تم حل البرلمان الثنين هنلقاوا أنه رث وضعية اقتصادية واجتماعية من أصحب ما فما وفما حكومة قاعدة تشتغل للآن وعندها برامج البرنامج متاحة سيتو بالوير وهو ربما في قايد من الأيام هذا على الأقل ما نستشفه من طرف بعض التصريحات لبعض الوزراء اللي موجودين في الحكومة هذية وحتى بالنسبة للعملية الوضوح أن هذه السيدة وزيرة المالية تحدثت وأننا رأنا ماشيين احنا في إطار التفاوض مع صندوق النقد الدولي وذها الزيارة الأخيرة بتاع رئيس الجمهورية ومشاركته في القمة الأوروبية الإفريقية شفنا وأن تصريحات متتالية حتى من طرف يعني كبار المسؤولين في الخارج يقولوا تونس لو خلافة اللي ما يتم الترويج ليه ليست معزولة عن عالمها الخارجي بالتالي ربما كما قالت لك إيمان منذ حين الدورة متاعكم انتم انتم اتمهيتوا معاه في 25 جويلية ولكن بعد وكأنه انقلبتوا عليه رأسا على عقل يعني كما قال هو في التصريح متاعه الخراني أمام مجسد الوزراء يعني بعد أن رقصتم على نخب 25 جويلية بطلتوا الرقص هو يحكي على جماعة أخرين لا نحكي على لا نحن لا يأخذ مننا موقف من اللول عن شكل ما يقول يحكي على أجماعة أخرين الذين كانوا على التواصل معه يحكي ممكن على حركة الشعب يحكي على يحكي على أجماعة أخرى ممكن لماذا أنت برئيسي تكتل أنت معكم منتقى السيد الرئيس الجمهوري انتقى قبل هل أنت تتوقين دعني أقولك بالنسبة لرئيس الجمهوري ثمانية شهور ينجم يعمل روسيا في سنة 2014 كانت دولة تستورد القمح تفضل تأكدونا في 2021 أكبر دولة تصدر القمح كانت دولة تتورد كانت دولة تتورد كانت دولة تتورد رئيس الجمهورية كانت دولة تتورد لنشد الفسات لنحاسب ماهي الاحتكار؟ ماهي الاحتكار؟ ماهي خرج مرسومة؟ ماهي لا تتورد القمح والشعير؟ القمح والشعير موجود في تونس وعنا في وزارة الفلاح وخارجوا وزارة الفلاحة بيان قالوا عنها الكمية المخزونة لنا حتى الجويليا وصحيح لا تتورد لكن في المتحدة توجد الفرينا وصميد وصميد ماهي؟ ماهي؟ لا المتاحن الذي يوجد فيه في الجمهورية التونسية لا تتورد الفرينا والصميد لا تتورد المتاحن لا تدفع المتاحن للكمتاحن وصميد 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 ماهي هو الإحتكار؟ يوجد محتكرين صغار هو صغير وصميد لا تتورد المتاحن في دعم القمح والشعير فيما برشة فسات برشة فسات برشة فسات في مواد المداعمة لكن الوضعيني فقدان الفارينة وفقدان السميد ما هو سبب الاحذكر القمح والشعير موجودين في تونس المطاحن اللي ترحي الدولة مايش قاعدة توفي بالتزاماتها توجه المطاحن ولات عندها صعوبات مادية من خلاص العملة ومن لانترتيان ومن أجورهم كل المواد المدعمة كل المواد المدعمة في تونس كل المواد المدعمة في تونس الدولة ماش قاعدة تافي بالتزاماتها توجه المزاودي لصعوبات المالية تمر بها الدولة عناش ما نقولوش لتوانسة هاك عنان جيوو نغلطو في التوانسة وهو الشعباوية متاعنا واحتكار واحتكار هاو واقع فضله أخي هاتوا أنا مني انغلط في التوانسة فضل هات على وزار التجارة ونتكذب الشيتي وزار التجارة يقولوش إنها تقارب فقط يلا 그럼 مدير أخرى إنهم يتم بالأمين والضمانيなんか معك إذا تتعاشت أملىً بحاسة المدير إلى منسلية في المؤسسات الأمنية ومعتمدين أخرى ومعتمدين أخرى يتفضل كان من ناحية مدينين لكل ونأتي مدينين أخرى ما هو هذا إذا كان من حلوش تحليل واقعي لمشاكلنا وتحليل منطقي ونقعد على طاولة حوار ونحكيه ونقولوا هاي إذا كان لدياجنوستيك غالط قراراتنا كل بشكل غالطة نحن اليوم وصلنا لم نحن نحكي عن قرارات لم نحن نحكي عن نظرة استراتيجية لم نحن نحكي عن خارط طريق اقتصادية لم نحن نحكي عن توجهنا الاستراتيجي اقتصاديا وسياسيا وديبلوماسيا وينماشيين ونقلنا نغلطه حتى في الدياجنوستيك متع وضعنا وضعنا ها وهذا عنا مشاكل في تمويل ميزانية التعامل أثرت على بعض المؤسسات خلنا نرجع نحملكم زياد أنتم ما شوية مسؤولة به الدياجنوستيك اللي تعمل فيه متاع اللي يعمل فيه الرئيس وحكومته وجميعه كل غالط به وانتم معلش عجزتوا على محاولة معاناها كيفاش نقوله رد الكفة أنا شخصيا نحكي عن روحي أمام غياب ومام باتة كبيرة من كل الأحزاب السياسية لتوم مصدومين من الخفز عشر جويل يا ثمانية شرطة الحزب السياسي اللي قاعد يقوم بدوره اليوم وللأمان والحزب السوري الحر قاعد تقوم بدورها الأستاذة عابير موسي وحزبها في اجتماعاتها وتعطي في نظرة بديلة ويعطي ومسحها هو اسموها قال ولي أنها مهوسة بالسلطة كاليش تخدم لا لا قول نحن تختلف معها كي ما تحب رأيي إبراهيم مش تفقد نعود أنا رأيي سيدة قاعدة تناظر قاعدة عندها خطاب كيف كيف الحزب دستور الحر ما عدا أحنا أنا قاعدين اليوم أنا شخصي قاعد نحاول مع عديد الفاعلين السياسيين وانتي على قدامك كانت عندي حتى انتصالات قبل ما نطخ باش نلقاو حل خاستنى لما الناس اللي سندنا 25 جويلية واللي طلبنا بيحل البرلمان طلبنا بيحل البرلمان وانتخابات جديدة سابقة لآوانها طلبنا وشاركنا من لول قبل 25 جويلية في لاياحة سحب ثيقة من طرف الرئيس المجلس وقلنا رأيه فهم مشكلة وطلبنا بالحوار الوطني وحنا في السلطة التشريعية في البرلمان موجود وأقرينا رغم هذا يلزم حوار وطني فماشو واحد برلمان يقبل يقول كنا نعملوا حوار وطني مؤسسة حوار وطني عناش نعملوا في برلمان طيب عبارة انتوما الحوار كان يقول فيه رجل غنوشي يزموا يكون داخل مؤسسة هكا ولاسي بغير نعم ما لقى عناش عمين برلمان كالك يتحبوا حوار احنا من داخل البرلمان فما النواب من داخل البرلمان كنا الناديو بحوار وطني لانو صنع الازمة يوينكم اليوم قاعدين تقاربوا سواء النواب سواء فاعلين سياسيين باش نشوفوا تصور الخروج من الازمة قاعدين نسكم على الاتحاد لانو فهم جدل كبير بخصوص دور الاتحاد بعد المؤتمر نطيعه وطول المؤتمر نطيعه براتيك مو عنده خمساشن يوم ولا عشرين يوم من يوم فيه وعليه فما حتش كون يتحدث على انو يمكن يسر فما لقاء مرتقب بين رئيس الجمهورية وأمين عام الاتحاد في إطار ربما إعادة إحياء المبادرة يتقدم بها الرأي أنا أقول الاتحاد عم تنشر للشغر صمام الأمان للبلاد هذه عبر التاريخ وسيبقى وسيظل هو صمام الأمان في البلاد هذه سياسيا واجتماعيا واقتصاديا والاتحاد اليوم ما نحبوش نحن الأحزاب نتخبابه وراء الاتحاد اللي عم تنشر للشغر وما يلزمش للأحزاب نتخبابه عنا ثقة متلقة في إتحاد العام تنشر للشغر بشيقود حوار وطني نحن نحبو رئيس الجمهورية يقودو الحوار وما زلنا نطلبو فيه وما زلنا فماشي ما تتحل الأمور ما يسيرش يا أخويا هات كل الناس كل غلطت هات فم حوار وطني بإشراف رئيس الجمهورية حاول خارة طريقة اقتصادية خارة إنقاذ اليوم معاتش تخاري الطريق حاول برنامج إنقاذ اقتصادي واشتماع هكتشوف وروا الناس قادت عني هاي ناس ساكتة وردوا بالكم وردوا بالك يا سيد الرئيس وردوا بالكم يا حكومة وردوا بالنا الناس كل كونوا الشعب هذا روا بشيقود ساكتة على وضع هذي اليوم ماشي للفين وربعمائة وللفين وثمانيمائة فرنك قادر بشوصل لليسانس لأخر العام غلاء معيش فما ناس بالحق ما عادش تاكل في الحم الأحمر بالحق فما عائلات ما عادش وصل للحم الأحمر لا بيث قادة نهار بعد نهار القفا الليوم قادة تغلى نهار بعد نهار يوما بعد يوما هتا قبل الخمسة وعشرين مقارنة حتى بقبل الخمسة وعشرين جويلة وبعد ما نحكيش على الفين وعشر معاعد علي لا نحكيش على قبل نحكي قبل الخمسة وعشرين وبعد خمسة وعشرين ارتفاع تضخم كبير ارتفاع في الأسعار رهيب جدا امام صمت القصور امام اليوم الوضع sustainable من الاردونا يكتو سابورين برش اما نهارت ليتكلموا اي ولكن سمحني يا سياسي لاو بش سكتهم استفتاء ولاو بش سكتهم انتخابات ولاو بش سكتهم خاري الطريق سياسي يلزم حلول اقتصادية واجتماعية عاجلة فولية هذي يلزم توفر لها ايرادة الارادة اليوم متوفرة عند الرئيس والله الارادة انت على الرئيس وحب يوش 17 ديسمبر تعرف احنا بش موولنا الشهر الناس بتحكي لشهر يفيفي هام خبراء الاقتصاد تسجينة حيث نعمل بوضع التريزور كورترم بالف مليار البنوك كمي تريد المناطق كمي ترسل البنوك كمي تريد المناطق بعد الرئيس ونحن نعمل بش سكتهم الممكن لكل حيث نحاول ونحطوا هذه الحيث مانتش موتس مانتش ها ودخل على الموقع على الموقع على الموقع البنك سنترال تشوف شهر لذي بش خذينا المالية العمومية كيف كيف هل كان من الممكن خذير رئيس الجمهور تاريخ اخر بعد 25 جولية بالحوار وبالنقاش مع الناس كل وكان جاءت عنا خريط انقاذ اقتصادية جاهزة في شهرين تلافة حتينا حتينا اجل انا موصلنش لشي هذا صحيح او لا غالب ايه باش نتفعل معاك في المسألة هذية ولكن مقبل انا مش نرجع لسؤال اللي ترحطه عليك ايمان وانت ما جاوبتناش عليه قلت فما تحركات من طرف عدد من النواب من هم انت فما توا قاعدين على قل باش تتلموا وباش تقترحوا شني انت مثلا كنائب سابق اللي توا تعتبر ما زلت تعتبر نائب لانا البرلمان معلق اعمالوه وليس محل البرلمان بالتالي سيفة النائب ما زلت انا عندك انت الميتين وسبعتاش ما زلت عندكم سيفة النائب كيفاش تراو انتم ربما مشروع مبادرة اللي تحبوا تبلوروها بالنسبة للفترة القادمة وشنيها انتم اذا كان الرئيس الجمهورية مصر على الذهاب في تنفيذ الروزنامه متاعو اللي بدات من نهار عشرين من نهار جانفي طوفا نهار عشرين مارس ثم الاسفتا خمسة وعشرين ثم الانتخابات نهار سبعتاش ديسومبر زاداش نية موقفكم من احنا سنسعى سنسعى الى ايقاف العمل بالاجراءات الاسثنائية واحد سنسعى الى ايقاف العمل بالاجراءات الاسثنائية واحد طب بعد نقول لكم الطريق. اثنين سنسعى الى حل البرلمان. سنسعى الى انتخابات سابقة لاوانا انتخابات الشرعية سابقة لاوانا. هاي موجودة سبعتاش ديسومبر. هاتو متاسع اهدافنا. لا مش ماهيش بالطريقة ليحكاليا رئيس الجمهورية بالنظام هاتو متلافة هما اهدافنا. ايه. ايقاف العمل بالاجراءات الاستثنائية. الاليات. طبعوا الاليات طبعوا نكتشفوه. طبعوا نعرفوه. سنسعى الى حل البرلمان. ايه. اثنين. الى انتخابات الى انتخابات تشريعية. من خارج هذه الاليات من داخل من داخل المنظومة. من نجمش نحكي تغسيل اكثر من هكا يا سبراين. هذو من الثلاثة اهدافنا. قلت سنسعى كنويب شكونك و قديش انتم معنا. عنا مجموعة عنا مجموعة عنا مجموعة عنا مجموعة مع عديد الاطراف. سنسعى الى ايقاف العمل بالاجراءات الاستثنائية. اثنين. حل البرلمان. ثلاثة. سنسعى كل. نجم و ننشح و ما ننشحوش. مع كل و منفتحين مع كل الاطراف. بما فيهم رئيس الجمهوري. اكثرش منك. منفتحين على كل المؤسسات بما في رئيس الجمهوري. اذا كانت اذا كانت تمشي معنا في الثلاثة اهداف هذو. احنا نحبه اليوم الوضع هذا. وضع الاسم و الرئيس الم بنا مرسوم بنا حق الدستور يمنعنيك الدستور والقانون الانتخابي يمنعنيك ما نقول ما نلواش نكذبو عن ناس سمحني ما نلواش نكذبو عن ناس الدستور الدستور يحكى لهذا يا سي وليدة خلينا مدستور سمحني تقول الرئيس البارح الرئيس البارح في علاقة بجناف حقوق الأنساب مكفولة يقول يقول كل شي وفقا لدستور 2014 هذا صحيح ما نحن بش نقول هذا صحيح هذا يا توانس صحيح تتراو في واحد سمحني بش ما نقولش كلموخ هذا صحيح هذا اللي قاعد يقول فيه للناس صحيح تيجوا بروح اليوم ما مقال لكمش صحيح في هذا تيما وخدوش كون قال لكمش كلكم صحيح في حال شخرا اليوم قاعدين نختموا بالدستور في تونس قاعدين نحترموا في الدستور مين احترام الدستور 2014 أنا هو الدستور نحترموا فيه السي وليد تيتاو معقول تحب نصدقوا الكلام هذا كيفاش بش نمشيوا لانتخابات سابقة كيفاش بش نبدلوا قانون انتخابي يسمح بيه دستور كيفاش بش نمشيوا لانتخابات سابقة لقاوانا وتأتي مجلس نيابي يتفضل يبتل القانون الانتخاب بيه اليوم مثلا غازي الشواشي يعطي المقترحة متاع البرلمان يرجع نهارين ونثلث أيام قاعد غازي الشواشي يرجع نهارين ونثلث أيام يعمل الأجراءات هذي حل نفسه بنفسه وبعده وبعد ما يتحل بصفة آلية 45-90 يوم تتعمل انتخابات تجمو تكون مع المقترح هذا ينجم يكون مقترح علش ليه إذا كان عجزة رئيزوني بش حلوا البرلمان النجم ببرلمان يحل نفسه كي تجتمعوا تجمو تحلوا نفسكم ينجم يحل نفسه البرلمان ينجم يحل نفسه ليه ما لا إذا كان هذا حل بش يمنع البلاد إذا كان السنينيك ثمانية شهور مش تعمل حل ما عملتش إيش نخدوا نتفرجوا حل البرلمان تفضل هاو أدعوك من هذا المنبر إلى حل البرلمان تفضل ولكن هو أنت ذكرت وتحدثت تحدثت على القانون الانتخابي يلزم هذيك التعديل وبمقتضاء مع أنت عن طريق قانون يصادق عليه مجلس الموابو كده ولكن نسيت أنت الأمر من يوم السبعتاش اللي يقول لك راو يتواصل العمل بتوطأة الدستور وبالباب بين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي رئيس الجمهورية عمري مريد وتكلم للخارج وأحكي عن الأمر 117 قال ديما في إطار الدستور هذي الأمر نخرج فيه هذي الفصل العشرين أنا عندي كلام من رئيس الجمهورية أنا ضده الفصل 117 أحكي عنه أنت المرسو أمني قاعد يقول فيه للناس عكس الأمر في الداخل والخارج عكس الأمر قاعد يقول أنا أنا نخدم أنا أنا أعمل على احترام الدستور ووفقا للدستور هذي قاعد يقول يا أولادي تاعش تاعش أقول تاعش أقول الشعب التونسي أنا كان تعرفوا هذا صحية كلام رئيس الجمهورية ذايا صحية قال لي هو قاعد يخدم الدستور خليوا يحكم في البلاد 100 سنة لا يسير لكن كان تعرفوا وليس يقول لكم كان تعرفوا وليس يقول لكم في الصحية اللي غلطكم مرة على يحكي على دستور قادر بش يغلطكم في كل شيء يا سي وليد لماذا لا يحل البرلمية قرأتكم الدستور أنا عرش طلبناه بحل البرلمان يا سيدي حل البرلمان يهديك ما كانش خلينا السيفة لا خليت هنا تنصرفوا به بتستعملوا صفتكم بتتصرفوا بتبع انتي خليت لنا صفات انت رحيت لنا كل شيء هتنصرفوا به حل البرلمان أدعو رئاسة الجمهورية إلى حل البرلمان والدعوة رئيس الجمهورية رئيسة في تونس كل جمهورية تونسية ولا تواحد برك ما هي يا خيري يا رئاس كان يحصل على المؤسسات وهك شفتوا الدول اللي بلاش مؤسساتها هك شفتوا الدول لنا اللي تبقى اللي عندها مؤسسات وتراقب هك شفتوا الدول شنين مسيرها المسير الشخص الواحد شنين مسير وعبر التاريخ وآخر زعامة في القرن هذا هي زعامة نيلسون منديلا بعد فيما زعامات بعد انتهى عصر الزعامات اليوم عصر المؤسسات انتهى أنا هي الدول اللي واقفة لساقيها وأنا هي الدول اللي تخطط وأنا هي الدول اللي تحكم في العالم اللي تحكمها مؤسسات مش أسخص والدول اللي فيها زادة نخبة سمحني إبراهيم والدول زادة اللي فيها نخبة وقت اللي يجي شخص كي ما قلتوا انتم ما يمس بالمؤسسات تتصديروا النخبة وترجعوا على الطريقة الصحيحة ما عجزتم عنه وأنتم صحيح؟ أنا ليوم لا ما وخمس عشر جويلة كنكشف حاجة شفوا أنه مفهمش نخبة في البلاد صحيح؟ لا فهم أحزاب لا فهم منظمات حتى أساتذ القنون الدستوري أولو الفصل الثمانين على ذو رغبة رئيس الجمهورية يا سيدي احنا مشينا في القراءة الواسعة واخنا مشيناها القراءة الواسعة اخذينا من أساتذتنا فما أساتذة فما رموز نتعقرون دستوري هم يقابل فيهم الرئيس لا قالوا معاش هذيكم وينهم حاقش فيهم معاش يجتمعوا وينهم كتلافة ذوك عندهم مدة مجتمعون عندهم مدى مش بضرورة يجتمعوا يكونوا وراه يجتمعوا خلصة هذا ليس فقط دعنا برهيز طوانسة تقول اليوم نومين زيادات في الأسعار زيادات في الكذات يا شعب الطوانسة كل يا شعب كل يا شعب كونو خلي يا شعب استحق الشعب اللي صاير فيه ما اذا كالحاية تصير فينا نستحقه نحكي مش شعب حتى النواب اللي صاير فينا نستحقه وعلي وعلي يا ما بيش نفيقه وناقفوا لبلادنا يا أم دعنا نتفضل أنا هكا عايشين لين ننفيقوا وقت صحيح شوف أنا نقول حاجة برك البلاد هذه رأي ما تنجمش تتحكم بالطريقة هذه فشلوا والي حبوا يحكموها بالطريقة هذه كل ما عندهم من يوشلوا أنا نقول اليوم بلاد هذه فيها مؤسسات وفيها ناس وطنيين وفيها نساء ورجال وطنيين ووطنيات ورانا منشل سلموا فيها ورانا مهما سار مهما من عملية تشويه هذه الاستشارة هذه أثبتت للناس الكل ياخي سمعي لو أنت بجاه ربي تحب لبيروت سنداج اليوم يعطيه سطلعات الرأي صحيح تعرف غدو ما يخسر عليهم رئيس الجمهورية أو لا يخسر عليهم غدو ما يمنع يمنع لي سنداج يقولك لسنداج هم يعطيهم ووصلوا 1-2 يزموا يعطيهم من هنا ليني يتمدى يزموا يعطيهم 100% السنداج نوع عندهم أمر 117 غدوة كان واحد يخرج من بيروت سنداج لديه ثقة فيهم كل أنا بالمناسبة يقول العكس قالي رأي رئيس الجمهورية وصلت على 10% إذا كان ما خرش مرسوب يوقف سنداج هم كل وعمليات سبر الأراء وتولي تخوين وتولي توجيه الفاسدين وتولي وراهم فاسدين غدوة كان يقول يعني رئيس الجمهورية سنداج هم فرماتي غدوة كان يخرج حسن الزرغون ويقول رأي رئيس الجمهورية نسبة شعبته طاحت مثال 20% لقدر الله يعني أنا بدي يقول لقدر الله كان يقول هكا وراءهم الفاسدين وراءهم الدرشنون يعني شركات سبر الأراء يمولوا فيهم سنة يعني شركات سبر الأراء تخرج في الأرقام اللي يشوفوا فيها خوفا من الرئيس اليوم اليوم ما عنديش إثباتات لكن شو نقول اليوم حتى حد أمام السيف 117 شوفوا مؤسسات أعلامية أنا أنا نشكر كل المؤسسات الأعلامية اللي بالحق قعدة تقول في الرأي ونقيد ويجيب في الرأي والرأي الأخ فلا مؤسسات العنامية قعدنا نتناح الرأي الأخ رويدا 1998 كالتناح وكانуди الشركات سوفوا فيها بدأت بالترفزة التونسية بدأت اليوم فلا مؤسسات أعلامية بدأت توخر بشوية بشوية أمنحي كل مؤسسات الأعلامية اللي قعدة تتناول ويجيب في الأراء الكول جيب في أراء مع رئيس الجمهورية ويجيب في أراء ذد رئيس الجمهورية. اليوم فما معارضة من رئيس الجمهورية والات ممنوعة من عديد المنابر الاعلامي. ونشوفه في الصحافة المكتوبة. الشكول عليش هذي اليوم لانه فما سيف ال 117. وين الهايكا? فما هيكا. الناس كل عليها سيف ال 117. بما في ذلك الهايكا? سيف سيف سيف. سيف على الناس كله. سيف ال 117 على كل رأس. بش تطلع. وبش تصمت وبش تقول. بش تقول كلمة الحق. لك كلمة الحق تقالت. وفما سيف. سيف قبل لتعامله وما تقصد سيرقاب الناس. فما مناظلين ومناظلات في البلاد هذي. مستعدين حتى. مستعدين حتى بتضحية بأنفسهم. شكرا لك وليد جلاد. شكرا على جملتها الاذحات. موجز مضي الساعتين شيء طيب في لمن.